السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنة رابعة الحلوين. نرجع لكم بفيديو جديد. النهاردة هنشرح الدرس الرابع والخامس. اللي موجود في يونت ايت الوحدة التامنة. اللي بعنوان او صفحة اللي هي الصفحة تلاتة وسبعين كتاب المعاصر. صف الرابع ابتدائي عشرين اربعة وعشرين الترم التاني. لو انتو لسه مشتركتوش في القناة وفعلتوا زر الجرس. ياريت تشتركوا حان فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يوان تشارك الفيديو ده مع اصدقائك عشان هم كمان يستفيدوا. الدرس الرابع والخامس بتاعته بتتكلم عن ايه? عايزك كده تقول ورايا يلا الجد الكبرى. يبي تفترميه قول ورايا. جريد جراما. جريد جراما. يبقى الوالدة بتاعت الجدة بتاعتك. الوالدة بتاعت الجدة مامتها يعني. اسمها جريد جراما. ابن العم او الخيل اسمه كازن. 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 شجرة عيد الميلاد او الكريسمس. اسمها كريسمس تري. كريسمس تري. كريسمس تري. دي شجرة عيد الميلاد بتاعت الكريسمس يا ولد. كريسمس تري. كرات ملونة اسمها كالرد بول. كالرد بول. كالرد بول. مميز او خاص يعني سبيشل. 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 نزها يعني بيكنيك. 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 بعد كده عندي الاكسترا فكاب المفردات الاضافية يا ولاد. يجتمع او يلتقي. come together. come together. يعني يجتمع او يلتقي. come together. repeat after me. come together. come together. come together. come together. عم او خالة. and. 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 كل يعني whole. لو تلاحظوا يا أولاد إن ال-W وهنا silent لا تنطق كل يعني hole عيد الميلاد يعني بيرث دي بيرث دي بيرث دي نجوم يعني stars عيد الميلاد كريسمس أضواء يعني عندي هنا يا أولاد silent لا تنطق حديقة خاصة استمتع يعني العاب يعني دولة يعني دخم يعني بعد كده لتصريف الأفعال عندي regular بإضافة ال-D وال-ED وال-I-E-D ال-Regular بتحفظ كما هي يزين الماضي منه decorated decorate decorate decorated represent يمثل الماضي منه represented represent represented represent represented through لو يرمي أو يلقي الماضي منه through throw 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 ثماني. بعد كده عندي كوز كده اولاد زي ما احبت عودين يا سنة ربع بعد ما بذكر الكلمات كواس جدا جدا. اقدر احل الكوز ده بمنتهى السهولة. ايه ده يا مسي? يعني انا بفضل اذكر الاول بعدين احل الكوز ده. يعني مامت 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 ايه? مامتي. يعني والدة بتاعتك اسمها ايه? اسمها مام اسمها جريت جرام ما اسمها جرام بيرنتس ولا انت طبعا اسمها جريت جرام ما اللي هالجده والدة جدتك. the parents are little صغيرة. tiny صغيرة جدا. huge ضخمة. small صغيرة طبعا huge ضخمة. we do create احنا بنزين ذروم الغرفة. with colored poles بالكورة الملونة. and lights اضواء ها? bananas موز. stones احجار روكس صخور اكيد طبعا lights اضواء. christmas tree اللي هي شجر christmas. new life. هنقول ان يدو create بتزين ولا بتمثل حياة جديدة. through ولا add طبعا بتمثل حياة جديدة. تعالوا نكمل. وصلنا يا سنو رابع يا حلوين لل listening and reading. الاستماع والقراءة. look انظر listen استمع and read و اقرأ. عندي الموضوع بتاع النهاردة بيتكلم عن great grandma's birthday. يعني ايه? عيد الميلاد بتاع الجده الكبيره. two years ago قبل عامين او منزو عامين we had a very special party. كان عندنا حفل مميز للغاية. my great grandma. اللي يمين جدتي. was 90 years old. بلغت التسعين عام. all my family. كل العيلة came حضروا. together معا. to celebrate عشان يحتفر. all my cousins كل ولاد عامي. ها ولاد خالتي. and uncles came. يعني العيلة كلها. خالي ولاد عامي ولاد خالي وخالتي وعمتي كلهم جوم. we had a huge picnic. كان عندنا ايه? نزهة آآ ضخمة جدا. in my aunt's garden. في حضيقة مين? في حضيقة عمتي او خالتي. there was a lots of food. كان هناك الكثير من الطعام. زي ايه? زي السلطة. السلطة. ميت اللحمة. fish السمك. bread الخبز. cake الكيكا. cookies الكعك المحلة. and fruit والفواكه. I ate a big slice of chocolate. انا كلت قطعة كبيرة من الشوكولاتة. cake. اه شوكولاتة الكيك. and I drank and I drank and I drank and I drank a bottle of orange juice. اه زجاجة من عصير بورتغال. I also ate some salad and fruit. وكمان كلت ايه? صلطة وفاكهة. I played a lot of games. العاب with my cousins مع ولادة عمي. all afternoon. في المساء. we ran. احنا ايه? جرينا. آآ we threw a bowl. وكمان رمينا الكرة. we sang وغنينا. happy birthday. لوعيد ملدي سعيد. to our great grandma. الجد. it was a very special day. كان يوم مميز جدا. because our great uh great grandma was very happy. لانه كانت الجد سعيدة جدا. she liked seeing. كانت مبسوطة انها شايفة. the whole family كل العيلة. we all had fun. لقد استمتعنا جميعا. ده بالنسبة لنص الاستماع. هنا بيقول لك انظر and read. واقرأ. تعالوا نقرأ. اللي في الصورة قدامكو دي اولاد شجرة ايه? الكريسماس. في العديد من البلاد. الناس بتزين. شجرة الكريسماس في الكريسماس. دايما خضرة. الشجرة بتاعت كريسماس بتتوسل حياة جديدة. الناس بتزين الشجرة. ها? بالاضواء والكور الملونة. والنجوم. تمام كده? تمام. تعالوا نكمل. وصلنا يا سنة رابعة للجنرال اللي هو الامتحان اللي موجود على وفايف درس الرابع والخامس. زي ما احنا تعودين يا سنة رابعة بنعمل ايه الاول? بنقرأ نص استماع وبعد ما بنقرأ نص الاستماع بنبدأ نحل. قبل ما نقرأ نص الاستماع. لو انت لست مشارش في القناة وفعلت الزر الجرس وحامان وحطيت لايك كريت تعمل كده حالا تشارك الفيديو كمان مع اصدقائك عشان هما كمان يستفيدوا. نحن نقرأ نص الاستماع مع بعض يلا. في العديد من البلاد. الناس بتزين شجرة الكريسماس في عيد الميلاد. بتمثل الحياة جديدة. الناس بتزين الشجرة بالاضواء بالكورة الملونة والنجوم. البلاد في الناس في البلاد المختلفة بيحتفلوا مهرجانات مختلفة. تعالوا نحل يلا على طول ونشوف. اول حاجة نقط كريسماس تريز ميني كاندرز. بيرمو. بتمثل ولا دي كاروت بيزينو. طبعا بيزينو شجرة الكريسماس في العديد من البلاد. كريسماس ايه يا ولاد كريسماس تري شجرة كريسماس سيل ايه? حياة جديدة. بيزينو الشجرة بستونز احجار روكس صخور جيمز العاب ولا بلايتس اضواء طبعا بيزينوها باضواء وكوار ملونة. ده كناز الناس في البلاد المختلفة بيحتفلوا ايه? بمهرجانات ايه? مختلفة. هنا بقول لي اختاري من بين الايه الاختيارات اللي قدامك. مام نقط زب بيرث دي كيك هيرسلف. بيبقى مام ايه يا ولاد? هنقول مام دي كريتد. زينت ايه? الكيكة بتتليمات بنفسها. آآ كريسماس تريز شجرة بيكون لديها ايه كور ملونة بتاعت كور مش تنس ولا باد ولا دورك. في ايام الجمعة اول ما يفاميه كل العيلة نقط. بيزروا الاكداد راناوي ولا كم تجدر بيأتو معاند يأتو معاند. التمساح بيكون مخيف صغير لايس لطيف كاين دا ودود ولا هي وجه ضخم اكيد طبعا ضخم. هنا نحطار من البوكس اللي قدامنا. منزو عامين كان عندنا حفل مميز جدا. حفل مميز بتاع جدتي. كان عندها تسعين سنة. كل عيلة جيت تجذر مع بعض. عشان تحتفل. دي نمبر دو. كل ولاد عامي ولاد خلتي. كان عندنا اولاد يعني ازا خلاوية كبيرة. في ايه? في اه حضيكة عاميتي. احنا لعبنا. مع اولادة عامي في المساء. احنا جرينا ورمينا ايه الكرة. تعال الحل يارا. زي ما شايفين يا سنة رابعة الحل ظهر قدامنا. هنقرأ القطع ونبدأ نحل عليها برا. الاسبوع الماضي. كان عيد مراد مامتي. كل العيلة عشان يحتفلو. كل ولاد عامي. هناك كسيم الطعام. صلط. ميت. فش. لحمة وصلطة وسمك. بريد خبز كيكس كيكة كوكيز كاكة محلقة. وفوكة. احنا كارتونة من العصير. احنا غنينا. ايد ميلاد سعيد. لمامتي. اخويا وانا. عطناها هدي. كان يوم وماز. احنا كنا سعداء جدا. بقول لك الفكرة الرئيسية بتاعت بكصة يا ولاد. كان بتتكلم عن ايه? ايد ميلاد القوم. الكاتب شرب عصير ايه? طبعا اورنج. كل ده موجود في القطعة. ايه? اورنج جوز. طيب لخص. لخص النص في جملة واحد. ممكن يا ولاد اهي. الاسبوع الماضي. ممكن ديت حلوة. آآ تكتب برضو ومقبولة. وممكن نقول نكمل برضو. دي نمبر كام? دي نمبر ها? مقبولة جدا في التلخيص. شايفين الجملة دي يا ولاد كده كاملة زي ما هي كنا نقلها ونحطها هنا. طيب. وي آآ يعني ما الكاتب فاميلي دو فور مام. عملوا اللي العيلة بتاعتهم. هنقول انه يعني جم عشان يحتفل. العيلة اللي بتاعته كلهم جم عشان يحتفل. طعا نكتب. زي ما انتم شايفين قدامكم كل العيلة جم عشان ايه? عشان يحتفل. طيب. بعد كده يا ولاد انا عندي. بعد كده بيقولي يكلميني عن اللي هي ايه? اللي هي شجرة وعايز فيها فيها طبعا يا ولاد مجابع عنها في نهاية الكتاب صفحة كامية مز. نهاية الكتاب عندك طبعا بتكون صفحة حوالي متين وطلات اشر. حاول تبص عليه كده في نهاية الكتاب. وتعلي برضو نشوفها بتكون موجودة في اخر الواحدة. نشوفها مكتوبة ولا اهي يا ولاد. الكريسماس تريز. شجرة كريسماس. صفحة تسعة وسبعين. تعلينا نقرأها مع بعض. الناس بيحتفلوا بالكريسماس تريز بشجرة كريسماس. قعد كريسماس في عيدة الميلاد. دايما بيكون لونه اخضر. الشجرة طبعا هم تزيل في الاول مسافة وبنبدأ بحرف كابة تخليك فاكل كده يا سنة الرابعة. الشجرة الشجرة بتتمثل اللي هي حياة جديدة. الناس بتستخدم الاضواء والكورة الملونة. والنجوم. عشان يا ايه يزيونه الشجرة. من كانرة العديد من البلاد. بيحتفلوا بالكريسماس كل سنة. ده بالنسبة لصفحة كام يا ولاد صفحة تسعة وسبعين. يبقى انا هكتب ده تمام? في صفحة ايه هو? تسعة وسبعين هكتبه هنا. بس سيب لك انا تحت برضو في الوصف ازاي تكتب باراغراف وفيديو حاول تتفرج عليه وازاي تكتب ايميل. شوف الفيديو ده. بسيب لك قائمة تشغيل الصف الرابع الاتدائي عشان انت لو حابب ترجع لأي فيديو فاتك او اي درس فاتك تتفرج عليه برضو. سنة رابعة الحلوين اللسة مش ركش في القناة وفعل زر الجرس يريد تشتريك حانا وفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. شارك الفيديو ده مع دقاء او عشان هم كمان يستفيدوا. كده النهاردة خلصنا الفيديو. الفيديو اللي بعد ده على طول هنزلكم حل على الوحدة التامنة كاملة. لو انت حابب برضو تشوف الفيديو اللي بعد ده على طول. هنخلص الفيديو ده وروح على طول شوف الفيديو اللي بعده اللي انا هنزله النهاردة بازن الله. كانت معكم مسأس مائياسي. اتمنى لكم التوفيق جميعا.